اهلا اعزائي المشاهدين برحب بكم مرة اخرى الى برنامج ليكن نور وهذه الحلقة بث مباشر حديثي عن قوات غير المعتادة وهذه الايات موجودة في سفر اعمال الرسل اسحاح 19 وطبعا انا رح اقرأ بعض الايات لكن خلينا اقول كمقدمة انه بحسب الكتاب المقدس فيه ثلاث او اربع حقب تاريخية اللي شفنا فيها هذا النوع من الايات العظيمة والقوات الخارقة انا اتكلم كتابيا وتاريخيا بحسب كلمة الله الحقبة الاولى او الفترة الاولى معروف طبعا عند شراح الكتاب والمسيحيون ايضا انه هذه الحقبة الاولى كانت ايام موسى موسى تقابل مع الرب على جبل سيناء وعرف عن نفسه انه هو اهيا الذي اهيا وطبعا عرف عن نفسه انه هو اله اسحاق وابراهيم ويعقوب ايضا والرب ارسل موسى الى فرعون وكانت مصر قديما على قرون عديدة كانت تعتبر القوة العظمى the superpower في كل مكان وكانت حضرتها فقط اي حضارة اخرى وكان طبعا يعني من من رابع المستحلات انه اي شخص يهزم هذه المملكة او يقاوم هذه المملكة ايضا فالرب الله بعت موسى في هذه الفترة الزمنية والله استخدم موسى كادا لتأديب مصر المقصود الهة مصر وايضا فرعون وهي الحقبة كانت تتميز بآيات وقوات وعجائب خارقة جدا منها ضربات العشر على مصر ومنها قيادة الله لشعب اسرائيل في البرية عن طريق عمود نار وعن طريق عمود سحاب وايضا انزل اعطى المن الخبز لمدة اربعين سنة لشعب اسرائيل في البرية واعطاهم ايضا الماء وخلال البرية وخلال دخولهم كانت فترة حافلة بالآيات والمعجزات وهذا اندل على شيء موسى كمؤسس للنموس والشريعة كنبي الله ورجل الله كانت دعت مصدقة الهية من خلال الآيات التابعة